اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرارة نضيفها واحد المادة المهم ان في هذا الموضوع كانت طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة في المواضيع السابقة كنت تحددت على الحلبة وفوائد ديالها في التسمين بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة على الخيصة في التسمين ممكن ان تشدوا جد راهم على كتضربكم شحال كي تباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هادي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كي يطلقوا واحدة الرائحة يعني كاريها كم عارفين ريحة الحلبة هي خدامة فعالة ولكن هذي الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تقوي تبدلوه لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجب لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الالاني بينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونطحنوها نطحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نطحنوها كيفاش كتتولي كتتولي بهذا الشكل هذا اخوان نحلل القرع مني كتولي غبار ثم كما كتشوفو غبرة ثم كما كتشوفوها هي غبرة اكا اذا هذي الحلبة هذي مني كتولي غبرة اسمو كنديرولها ماشي كنديروها مع الماء لا كنشدوها ونخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هذي الخبز ها واني كما كتشوفو هذي الخبز خبز جاف مطحون ثم مطحون نطحنوه باي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة ايضا اني عندي حلقات ايه سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني تطحنو هادو هدو هذي الخبز مهم مني تشدوه الخبز ديروه كيلو كيلو ديال الخبز خلطوه معه ملعقة كبيرة ديال ايه يعني الديال الحلبة مطحونه بهذا الشكل يعني معلقة من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبزة ومطحون يعني مني كتخلطوهم غديتلاحظوا ان الأرنب ما كيعقش بهذاك الماضاق ديال الحلبة ومكي بهذاك الحلبة ما كتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد يعني واحد الرائحة كريهة أما بالنسبة لهالطريقة هادي كنوا متقنين أن الأرنب ما كيعقش بها ما كتخليش الرائحة في المكان ما كينفرش منها سموكي أوقع أن العملية ديال التسمين كترى بواحد شكل كتر من نمت ديروها في الماء أولا الحلبة فاتحة للشاهية كتفتح للشاهية ثانيا كيتسمن يعني كيبان كون بالوزن دياله كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله يعني الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتتبر حتى مضاد حيوي ممكن أنكم تحنوها مع 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 تعطيوها لوم عوتني مع مع التومة عوتني كذلك رها واحد المضاد الحيوي جد جد فعال يعني التومة لكي الناس اللي كيكرموها وكي تحنوها وكي يعطيوها الأرنب ديالهم مع مع الحلبة مطحونة ونمتقنين أن الحلبة مطحونة مع الخمز جاف كي يعطيوها واحد النتائج أنا راب تجربها هذي يعطيوها تجاوها النتائج يعني جد جد مفرحة إن شاء الله القادية ديال الحبوب مع الماء مزيانة حتى هي غييفة شوية العناء وكتخلي واحد الرائحة لعناش حلم ليكمونتير جاوني قال لك باللي راك عناه واحد لهذه الحلبة كتنفق بوسط الماء وفعلا هي كتنفق بوسط الماء وكتطلق واحد الرائحة يعني كاريها وفعلا هدا كان نقول لناس عندكم الصح إذن اسموهي الطريقة اللي غادي نحيلوا من هاد الرائحة هذي وهي الطريقة اللي هدرنا عليها أنكم الحلبة تتحنوها تتولي غبار بحلاكة أنا رأني ما تتحنتهاش عاد بالزافرة ممكن أن تتحنوها تتولي يعني غبرة مني كتديروا مغيم علقة واحدة مع كيلو دي الخبز كيلو دي الخبز الزراحة بزافرة كي احتوي حد الكيمية كتديروا مغيم علقة واحدة كافية وما تديروش أكثر يعني بالنسبة للتسمين أنا جربت يعني ملعقة واحدة رأها كافية أنها تخدم معاكم مزيان إذن دي الحلقة دياله دياله نهار حلقة مهمة الناس اللي بغي يعني يعطيوا تسمين يعني سمنوا الأرانب ديالهم صواء صغار صغار أو كبار كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة إن شاء الله مفيدة تكيو على زر جام باش تساندونا باش خانات زي القدام ما تنسوناش بزير الجام تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد دياله إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله